استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد داموسيس كوريا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الذي قام بتسليم رسالة خطية من الرئيس الكيني تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعين تلك العلاقات على جميع الأصعادة وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرسالة تضمنت أيضا طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل تفاقية التجارة الحرة القرية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوماسا شرق أفريقيا جنوب أفريقيا لسيما أن اطلق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام 2015 كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية وكذلك رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوماسا أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد تطلع المتبادل لتدعيم العلاقات التنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين كما أكد سيادته الدعم الكامل لمساعر رئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل تفاقية التجارة الحرة القرية الثلاثية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها ترجمة نانسي قنقر